سلام عليكم طلاب الأعزاء و سأخاركم. اليوم حفظ الله تميما. حفظ الله تميما من شاعرة الشيخ المحمول. التعريف الشاعرة هي شيخة أحمد المحمول شاعرة قطرية لها العديد من القصائد الوطنية والأميزية المدرسية. حفظ الله تميما حفظ الله تميما و رعى الله قطر صانك الله بلادي من تدابير البشر أنت رمض العز فينا بعلاك نفسخر أنت فيض من عطائر أنت خير منهمر نبذل الروح عفداك لا نبالي بالخطر فيم الأجداد فيك وبك الماضي الزهر وبك الحاضر يشف ولكن الفجر الأغار. إذن هنا الشاعرة تدعو الله أن يحفظ الشيخ تميما و يرعى دولة قطر و يحفظها من تدابير البشر من تدابير البشر أي من شرور البشر. إذن صانكي تعني حفظك أنت رمض العز فينا بعلاك نفسخر أنت فيض من عطاء أنت خير منهمر. إذن هنا تتغنى الشاعرة بدولة قطر و بالخير المنهمر أي الخير الكثير الموجود فيها. نبذل الروح عفداك لا نبالي بالخطر أي نقدم أنفسنا فداء الوطن نقدم أرواحنا فداء الوطن لا نبالي بالخطر أي لا نهتم بالخطر. شهم الأجداد فيك وبك الماضي الزهر وبك الحاضر يشدو ولك الفجر الأغار. إذن هنا الشاعرة تتغنى بماضي الزولة قطر ماضي المزدهر وبالحاضر وبالفجر الأغار. الفجر الأغار أي الفجر المشرق أي المستقبل المشرق. كعبة المظلوم أنت وملاذ المنزعر فيك أمن وأمان وسلام منتشر. وبنوك هم رجال هم صفور وذرر حولك التفو جميعا كل من فيك استقر. إذن كعبة المظلوم أنت أي أنت ملجأ المظلومين وملاذ المنزعر ملجأ الخائف. فيك أمن وأمان وسلام منتشر. إذن الأمن والأمان يعم في دولة قطر والسلام منتشر. وبنوك هم رجال هم صفور وذرر. بنوك أي أبناءك هم رجال هم أقوياء كالصفور وذرر أي كالجواهر. حولك التفو جميعا كل من فيك استقر. إذن هنا هذا البيت يدل على تكاتف أبناء قطر والمقيمين فيها. أميز النطق بين صلتي الضاد والضاء. حفظة. فيض. الماضي. الحاضر. المضيون. نعم أحسنتم. أقل إلى الثمارين قنبيل الأول. أختار التجابة الصحيحة من بين البدائل. معنى كلمة نبدل. بقول الشاعرة نبدل الروحة في ذاتي هو. هيا نفكر. ما معنى كلمة نبدل؟ هيا نأخذ؟ نحمل؟ نقدم؟ أم نحب؟ نعم أحسنتم. نقدم. معنى كلمة يشدو في قول الشاعرة. وبك الحاضر يشدو هو. معنى كلمة يشدو. هو يقرأ؟ يغني؟ يعرف؟ أم يظهر؟ هيا نفكر. رائع. يغني. معنى كلمة المنذعر في قول الشاعرة. وملاذ المنذعر هو. إذن ما معنى كلمة المنذعر؟ هل الجائع؟ أم الخائف؟ أم القريب؟ أم البعيد؟ أحسنتم. الخائف. نفكر. أقرأوا القصيدة وأستخرجوا الآخر. هيا نستخرج. معنى كلمة حافظة. ما معنى كلمة حافظة؟ نعم. رائع. أحسنتم. صانع. كلمة بمعنى الخير الكثير. هي كلمة تعني الخير الكثير؟ ممتاز. منهمت. كلمة بمعنى المظلوم. أحسنتم. المظلوم أي المضيوم. إذن حافظك أي صانعك الخير الكثير أي الخير المنهمر. المظلوم أي المضيوم. رائع. أحسنتم. محفظتي معكم. ألقاكم بخير طلاب الأعزاء. ودنتم برعاية الله وخطبه. اشتركوا في القناة